اي مستقبل للصحافة الورقية في الجزائر في كل عام تعود علينا ذكرى اليوم الوطني للصحافة المصادف للـ 22 أكتوبر يعود طرح هذا السؤال من جديد فتراجع عائدة الإشهار ومنافسة الصحافة الإلكترونية أصبحت تهدد وجود الصحافة المكتوبة فالإصدارات الورقية تراجعت بنسبة 20% في خمس سنوات الأخيرة قنوات التليفزيونية من ناحية الإشهار تقدم أسعار لتنافس الصحافة المكتوبة أولا هي أكثر تأثير أكثر صدى نحن كمهنة لم يحضرنا نفسنا لم يكن هناك نقاش حول الشيطيرا وجي لم يكن هناك نقاش لم يكن هناك استراتيجية لموجهة هذا الوضع إلى جانب كل هذه المشاكل التي تعاني منها الصحافة الورقية فقد تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 قرارا يتضمن الحد من النفقات الإعلانية المعفاة من الضرائب الأمر الذي يزيد من متاعب الصحافة الورقية شوفنا في بلدان أخرى كان فيه دعم مباشر وغير مباشر فيه تخفيف الضريبة بالعكس ليس خلق ضرائب أخرى فيه مثلا مساعدة فيما يخص مثلا الإنترنت فيما يخص كلمات التليفوني خيار التوجه إلى الصحافة الإلكترونية أصبح خيارا مفروضا على الجرائد المكتوبة لمواكبة التطور الرقمي حتمية اتجهت إليها كبرى الجرائد العالمية أعتقد أننا مجبرون على فعل شيء كما فعل الآخرون في العالم ففي أوروبا على سبيل المثال الجرائد الورقية غيرت طريقة العمل وشكل الطرح هو مكسب لأي جريدة أعتقد أن الزوال الصحافة المكتوبة في الجزائر حديث قبل أوانيه لأن الصحافة الرقمية والإلكترونية في الجزائر حديثت المستوى للجزائر وإن كان الانتقال الرقمي في الجزائر يفتقر لسياسة تسير ناجحة على المدى الطويل إلا أنه يعد أفضل بديل لضمان سيرولة العديد من الجرائد الوطنية وكسب المزيد من عائدات الإشهار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر